عن فشل البرلمان في التصويت على قانون الانتخابات الجديد ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الدكتور صباح علو الكاتب والباحث السياسي دكتور صباح مرحبا بكم موعد الانتخابات المبكرة يقترب هناك خلافات واضحة بين شركاء العملية السياسية هذه الخلافات تتفاقم يوما بعد آخر لكن هنا كيف يمكن قراءة فشل البرلمان في التصويت على قانون الانتخابات الجديد تحية لكم حقيقة ما يحصل في البرلمان العراقي في مناقشته منذ أكثر من ثمانية أشهر أو أكثر من العام الماضي ولغاية اليوم لاحظ هناك سجال عقيم ما بين القوى السياسية وهناك جهات تعمل على تأخير إقرار القانون بمطالب الشارع العراقي وهو أن تكون عدد المراكز الانتخابية مساوية لعدد النواب وهذا يعطي دفعة كبيرة جدا لتطوير العملية الديمقراطية وبنفس الوقت المجيء بوجوه جديدة ليس التي تتكرر في كل أربع دورات انتخابية ماضية مما رسخت المحاصصة والفساد وكثيرا من الأزمات التي حيشها شعبنا حقيقة طيلة سبعة عشر سنة ماضية لذلك القوى السياسية حقيقة المرتبطة بأجداد سواء خارجية أو داخلية أو مرتبطة بقوى مسلحة تعمل على إبقاء حالة التوتر المستمرة في داخل مجلس النواب من حيث المناقشات إضافة إلى التوتر في الشارع حتى مجيء موعد الانتخابات الذي سيستحجلون به في إقرار ما يريدونه من بنود يتم تثبيتها لصالحهم ولذلك اللاحظ عملية الإصرار على استبعاد زيادة في مراكز الانتخاب أو توزيعها كما اقترحوا الأمس أن هناك 83 دائرة انتخابية حسب نسبة الكوتة النسائية التي تتراوح 25% نعم نلاحظ أيضا هي عملية غير واضحة وغير جيدة ولا تعطي ما يريده الشارع من عملية تطوير للواقع الانتخابي وصدق الانتخاب وتجديد العملية السياسية حقيقة دكتور صباح أيضا نواب أكدوا أن قانون الانتخابات الجديد يمثل ترسيخ للطائفية في العراق وأيضا موضوع محاولة توريث المقاعد النيابية على غرار ما يحصل في لبنان البعض الآخر ذهب إلى بعض من هذا وصفوا القانون الجديد بأنه دبح العملية الديمقراطية هل إلى إي مدى تتفق مع ذلك دكتور صباح حقيقة عدم تطوير القانون الانتخابي وبنفس الوقت حتى تطوير الهيئة المشرفة على الانتخابات ستعطي إمكانية عالية جدا لهذا التصور بأن العملية الديمقراطية تم قتلها ورجمها في العراق التي بصراحة كان الناس يتأملون بشكل كثير جدا بعد التغيير بعد 2003 أن ستكون هناك قوانين حقيقية لصالح المواطن ولتطوير العملية الديمقراطية بما يضمن بناء دولة المواطن دكتور صباح في حال إجراء الانتخابات هل نتوقع تزويرا حكوميا الذي طال جميع الانتخابات السابقة هل تتوقع التزوير في هذه الانتخابات لا شك في ذلك العوامل البيئية الموجودة على كل الصعود اجتماعيا اقتصاديا ثقافيا عسكريا أمنيا كل حالة التوتر المأزومة بها جميع مؤسسات الدولة التي تعيش أزمات بدءا من المرتبات وغيرها اللاحظ تعطينا مؤشر كبير جدا أن السلاح سيفرض نفسه في مسألة التأثير على سير الانتخابات والنتائجها بشكل واضح المعاد وبشأن واشنطن وطهران هل سيكون لهما دور في الانتخابات في العراق هذه المرة أيضا إذا ما تم إقرار قانون لصالح الشارع العراقي سيحصل تدخل كبير جدا سواء من إيران أو من الولايات المتحدة الأمريكية في الشأن العراقي وخاصة الانتخابات القادمة في 6 حزيران 2021 من عمان الكاتب والبحث السياسي الدكتور صباح علو شكرا جزيلا لكم